اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا ودمعات فقرتنا الرئيسية الاولى في هذه الحلقة العلاقات المصرية الروسية الحقيقة شاهدت العلاقات المصرية الروسية حالة من التقارب الشديد والود في الفترة الاخيرة كانت الحقيقة هذه العلاقات في عهد جمال عبد الناصر على اشدها وكانت علاقات قوية جدا توترت قليلا في عهد انور السادات رجعت تاني في عهد حسني مبارك وكان فيه سنة في النص بتاعت حكم الجماعة الارهابية ما كانش لنا تقريبا علاقة باي حد ورجعت تاني هذه العلاقة مرة تانية في عهد الرئيس السيسي الحقيقة مع كل هذه العلاقات مع كل هذا التقارب بتصر الاعلام الغربي ووكلات الانباء على ربط حادث الطائرة الروسية بالوضع الامني في مصر بالارهاب بان مصر لسه غير مستقرة امنيا بحاجات تانية كتيرة جدا يمكن توقيتها كمان علامة استفهام ده طبعا بالاضافة الى ان فيه توقعات ايضا من بعض الخبراء بمستقبل العلاقات المصرية الروسية ان هي ممكن او على الارجح لن تتأثر بهذه الشائعات هنعرف تفاصيل اكتر والموضوع بمنتهى الضقة من ضفنة اللي منوارنا في الستوديو سيادة السفير نبيل العرابي سفير مصر السابق بروسيا اهلا بك يا فاند اهلا بك سيادة السفير في الاول كده هنشوف جزء من المؤتمر اللي عقد امس بمقر وزارة التيران وكان هذا المؤتمر لاعلان النتائج الاولية الخاصة بالتحقيقات بسقوط الطائرة الروسية ونعود مرة اخرى لاستكمال هذا الحوار او لبدء هذا الحوار ابقوا معنا الملاحظات الاولية على حطام الطائرة لا تسمى حد الان بتحديد اصل هذا التفكك تم انتشال مسجلات الطيران في اليوم الاول من وقوع الحدث وتم تحميل بياناتها بنجاح وبشكل مبدئي اشار مسجل بيانات الطائرة او مسجل معلومات الطائرة الاف دي اار فلات داتا ريكوردر الى ما يلي اخلعت الطائرة في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة وست ثواني بالتوقيت العالمي وتفقفت مسجلات البيانات في الساعة الرابعة وثلاثة عشر دقيقة وعشرون ثانية وبالتالي تصبح مدة التسجيل هي ثلاثة وعشرون دقيقة واربعتاشر ثانية اخر ارتفاع مسجل للطائرة هو 30888 قدم وكانت الطائرة لا تزال في وضع التسلق يعني كلايمينج سجلت اخر معايرة لسرعة الطائرة 281 عقدة تم تفريغ مسجل صوت غرفة القيادة الـ CVR كوكبيت فويس ريكوردر بنجاح وتم الاستماع له بشكل مبدئي وعلى الرغم من ان فريق العمل لا يزال في مرحلة كتابة النص المسجل والذي سوف يستغرق بعض الوقت فقد سمع صوت في الثانية الاخيرة من التسجيل يستلزم اجراء تحليل طيفي للصوت في مختبرات متخصصة من اجل تحديد طبيعة هذا الصوت تدرس اللجنة باهتمام كبير جميع السنايوهات المحتملة لمعرفة سبب الحادث ولم تصل للجنة حتى هذه اللحظة يلقاية استنتاجات زي ما قلت لحضراتكم لا نزال في مرحلة جمع المعلومات لا تزال مرحلة جمع المعلومات قائمة ده كان المؤتمر اللي عقد مبارح أو كان جزء من المؤتمر اللي عقد مبارح في مقر وزارة الطيران بجدد ترحيبي بحضرتك سيد سفير نبيل العرابي سفير مصر السابق بروسي أهلا بك فان أهلا بك فان في البداية كده خلينا نبدأ من الآخر وحضرتك كيف رأيت هذا المؤتمر أو تقريبا إعلان نتائج الأولية أولا يعني تعليق صغير أنه ما وصلش النتائج لأنه هو ما زاد في مرحلة جمع المعلومات ثم الانتقال إلى مرحلة تحليل هذه المعلومات وبعدين بناء عليه نوصل إلى نتائج أو أسباب الحدثة طبعا فيعني أنا لي ملاحظة تعلمتها من عملي في الخارج أن أي معلومة الأحسن أنها كانت تطلع في مصر من مصر عن أحوالنا في مصر ليه؟ لأن الانطباع الأول لدى المشاهد أو المستمع في الخارج بيجي له من المراحل الأولانية لهذه المعلومات لما بنسيب المصدر إلى مصادر أجنبية سواء أمريكية أوروبية أو شركة وطبع يعني دي بيكون لها أثر لدى المستمع أو المشاهد لما نيجي بعد كده نقول الحقيقة بتاعتنا بتبقى متأخرة شوية حضرتك يعني تعني أننا تأخرنا في أعلامنا تأخرنا تأخرنا صحيح رئيس البزارة قام بوجبه في منتهى السرعة وراح وعاين وهو أيضا ولكن المعلومة كان يجب يعني مثل هذا المؤتمر في بدايته يعني بيان مقتضب إن حصلت حادثة إحنا بنتخذ الإجراءات اللازمة هنشدد إجراءات الأمن هنحرص على السياح كلمة تطلع من مصر في أول يوم ما ننتظرش أما الإعلام الغربي أو الإعلام المضاد اللي ينا يقول اللي هو عايزه وبعد كده إحنا نتدخل ونقول يعني الانطباع الأول ده مهم جدا فإحنا لسه في مرحلة جمع المعلومات ومن السابق لأوانه إن إحنا نستنتج إيه سبب الحادث طب حضرتك كده في المجمل شفت الحادث إزاي الحادث ده فيه شبهة جنائية فعلا كل الاحتمالات موجودة يعني فيه شبهة جنائية ما نقدرش نقول لأ ولكن قد يكون كمان إن الطيارة في حالة سيئة بحيث إن هي اللي قدت للحادث من السابق لأوانه إن إحنا نقول إيه سبب الحادث لغاية ما تنتهي التحقيقات ودي في كثير من الأحوال بتمتد مدة طويلة يعني لازم يكون لنا صبر لغاية ما نوصل بالزبط وفي أجانب موجودين بيحققوا بنفسهم إلى جانب الخبراء المصريين دي هتتوصل للنتيجة بعد تحليل المعلومات طيب حضرتك قلت إن الإعلام المصري تناول الموضوع متأخر شوية أو أعلن مثل هذا المؤتمر متأخر ومن شوية كنت بتقول الإعلام الغربي أو الإعلام المضاد هو لازم يكون الإعلام الغربي مضاد في مثل هذه الحالات أو في مثل هذه الحالات بتاعتنا بالذات للأسف إن الإعلام المضاد هو اللي سبع يعني موقف إنجلترا وأمريكا وغيره على طول صلتوا الضوء على موضوع التخريب إن فيه قنبلة ما صلتوش الضوء على الطيارة اللي وقعت في السودان مثلا ما هو ده الكلام يعني أنا مش عايز أسيب فرصة لغيري سواء بقى حوادث الطيران كتيرة في العالم ودي لأول ولا آخر حدثة حتحصل لكن تصلتهم الضوء على الحدثة في سينة في هذه الظروف له مغزة كبيرة ما كانش يجب إن أنا أسيب لهم الفرصة إنهم يرتعوا كما يقولون في هذا المجال أطلع بيان مقتضب وأعلق عليه بعد كده أو إن الإعلام الآخر بلاش المضاد الآخر ييجي أكيدا هو المضاد بقى أكيدا فإن أحدك معاك حق إذا هو إعلام فعلا مضاد طيب العلاقات المصرية الروسية يمكن زي ما تكلمنا في البداية في مقدمة حديثنا إن هي كانت شدها في عهد جمال عبد الناصر ما هو الفارق؟ لحضرتك شايفه وشاهدته ما بين العلاقات المصرية الروسية في عهد عبد الناصر والعلاقات المصرية الروسية الآن في عهد الرئيس السيسي هو حضرتك عملتي موجز واضح وجميل جدا إننا كنا في قمة العلاقات في الخمسينات والستينات علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت هبطت شوية لما اعتبرنا في السبعينات إن لعبة الشرق الأوسط كل الكرود فيها في يد الولايات المتحدة فابتعدنا وهبطت شوية العلاقات مع روسيا إلى التسعينات عهد يلسن لغاية ما جيه بوتين كانت بقى يعني الموضوع استوجب وقفة في هذه العلاقات وقدرنا نرمي وراء ظهرنا الحقبة الصعبة اللي مرنا بيها من السبعينات إلى التسعينات وربنا يعني ألهمنا في من سنتين بزيارة الفريق السيسي في ذلك الوقت وكان وزير للدفاع راح زار الكريملين كانت فتحة على علاقات ناشطة ومن ذلك الوقت تبادلنا زيارات بوتين جيه مصر والرئيس راح بصفة رئيس في زيارة لروسيا تطورت العلاقات بحيث أنها أعادت كثير من برقها وتعرضت بقى لمصالح البلدين المهمة في حصول سياسيا واختصاديا طيب دلوقتي القرار أو الحادث وعقبوا قرار بوتين بتعليق الرحلات من موسك والقاهرة طبعا شفت أن المصريين استقبلوا هذا القرار بشكل مصدومي خلينا نقول تصدموا طبعا ده تحليلات غير دقيقة من بعض الناس أو كانت تحليلات بناء على عاطفة معينة المفروض أن نحن نشوف القرار ده إزاي هل هذا القرار في محله ولا لا أو هل سيتراجع عنه في وجهة نظر حضرتك بوتين أم لا هو يعني أنا عاوز أحط هذا القرار في سياق القرارات الأخرى اللي طلعت من لندن وواشنطن كان لها الحقيقة أثر مفجأ بالنسبة لنا أنهم تسرعوا في إصدار قرار بوجود تخريب وأنهم بيرحلوا موسكو تأخرت شوي وكان تدخل الرئيس سيسي بالتليفون مع بوتين خفف شوية من وقع القرار الروسي بحيث أنه هو الوحيد من هذه القوى العالمية اللي قال أنه نحن نرجع الرحلات السياحية في أقرب وقت دي ما طلعتش من جهات أخرى بسبب إيه؟ بسبب أن علاقتنا زي ما بنقول دلوقتي عندنا زخيرة قوية جدا من العلاقات مع روسيا بحيث أن نحن نقدر نتفهم بعض في مثل هذه الأمور ولا يخف علينا أن بوتين برضو بيراعي مصالح شعبه يعني راح منهم 220 واحد ضحية وطبعا نحن بنقدم تعزينة طبعا إذن هذا القرار كان متوقع ومن سان بيترسبورغ اللي هي بلد بوتين وميد بيدف دي أثرت فيهم يمكن كتير وأعتقد أن من أولى الدول اللي حتى تراجع عن هذه القرارات روسيا بإذن الله حتى تعيد نشاط السياحة الروسية إلى شرم الشيخ تمام هل حضرتك شايف أن القرار ده حيرجع قبل ما تطلع نتيجة التحقيقات النهائية ولا بعد لا يعني مش عايزة تعجل لأنه إحنا كلنا طبعا نحب أن ترجع بكرة قبل بعده لكن الأمور دي بتاخد مجراها شوية وسبق أن إحنا مرينا بأزمات سياحية قبل كده ويجب أن تدرس كويس يجب أن تقوم مجموعة من خبرة من الخارجية ومن السياحة ومن الاستعلامات ومن الرجال الفكر لتوجيه خطاب سياسي كل بلد لما يمكن أن تفهمه من أثار هذه الوقع خطاب لإنجلترا خطاب لأمريكا خطاب لروسيا خطاب للعالم الخارجي بحيث أنهم يتفهموا موقفنا من السياحة الظروف اللي إحنا فيها محاربتنا للإرهاب دي نقطة مهمة برضو لابد من إحنا نتناولها في خطابنا تمام إحنا هنتناول قصة الإرهاب دي برضو عقرافة بس يا فاندم حضرتك كيف قيمت بمناسبة بقى الخارجية كيف تقيم أداء وزارة الخارجية الفترة اللي فاتت أو يعني خلينا نقول من قبل الحادث لحد دلوقتي بخصوص الحادث ولا عموما؟ بخصوص الحادث؟ وزارة الخارجية قامت بدورها أعتقد السفير الوزير شوكري أمبو وجبو أخيرها تصريحات مبارح في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المجر قال إن العالم مازال لا يعطينا القدر الكافي من الدعم في محاربة الإرهاب تمام دي مهمة جدا تمام هرجع تاني للإعلام وتوجيه خطابات لكل دولة بما يتناسب مع شعبها وحكومتها حضرتك شايف طبعا هو ده ما حصلش بس المفروض يحدث إزاي فاندم؟ يعني إحنا دلوقتي بنقول إن بعض الدول مش عايزة أقول كلها بعض الدول بترى اللي هي عايزة تشوفه فمهما وجهت لها من خطاب واثنين وثلاثة وطريقة وصيغة وكذا صيغة مش هتشوف غير إنها حابة تشوف أو مش هتصدر لنا غير المعلومة خاصة إن في قصور من إعلامنا أنه لا يصل للخارج على الإطلاق الإعلام الحقيقي يعني في إعلام تاني ممول ده صحيح يعني وجهة نظر مش عايزة أكون متشائم لهذه الدرجة يعني إحنا بنحاول نحل لابد إن أنا أحارب ومهما كان موقف اللواف قدامي لابد إن أنا أخترقه وأقوله حقائق يمكن في وقت من الأوقات يتفهم ويعيد موقفه وينظر للمشكلة بنظرة أخرى للتعجيل بتعديل موقفه من هذه الحادثة طيب أنا دلوقتي الصحافة الغربية والإعلام الغربي بما إننا بقى حنتكلم على الإرهاب الإرهاب بقى يبقى كده إحنا مش بنحارب إرهاب في سينة فقط ده في إرهاب بقى معلوماتي في حرب موجودة غير معلنة حرب معلوماتية غير معلنة هل إحنا كحكومة وكشعب على دراية كاملة بهذه الحرب يعني نقدر إن إحنا نتحدث عن هذه الحرب أو إحنا حسين بيها أصلا؟ لا إحنا لازم نكون حسين بيها حدريك شايف إن إحنا حسين بيها؟ أعتقد أن الناس بتقاسي من العمليات الإرهابية اللي بتحصل كل يوم والتاني الحمد لله إحنا غير الإرهاب الفكر يا فندم وحرب المعلومات والحرب النفسية والحاجات اللي بتحصل دي أخطر من حرب الأسلحة أخطر من الإرهاب صحيح صحيح بس ما هي دي اللي حدريك بتقولي عليه ده هو اللي بيؤدي إلى حرب السلاح أكيد فإذن لابد من مواجهته ومعالجته بطرق معلوماتية أخرى لابد من مواجهته وتنشيط العقل المصري للوقوف أمام هذه المعلومات المغرضة واللي نشأل حقيقة من دول يعني بتحب أنها تسيطر يعني ما نقول بالنسبة بالذات يعني التحديد لدول أمريكا وإنجلترا دي دول استعمارية إلى الآن تحب أنها تحت غطاء حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات هذه المبادئ البراقة هي عايزة تسيطر على الشعوب المنطقة وخاصة المصر اللي هي قلب المنطقة كلها بما فيها من مقومات وقناة سويس ومصالح كبيرة إحنا كشعب عندنا كمدنيين عندنا دراية بهذا يعني إحنا بنشوف ده يعني الإعلام بتاعهم بيصدر اللي حضرتك بتقول وإحنا طول الوقت الحياة وردية جدا في أمريكا مع أننا لسه النهار ده حتى في بداية الحلقة قايلين أن فيه مرشحة جمهورية سابت أحد مؤيديها يسب باراك أوباما ويقول عليه أنه هو مسلم أسود وإرغابي ومش عايز يعني الموضوع من عنصرية طبعا السياسة لا تعرف يعني المبادئ والأخلاق كل واحد يدور على مصلحته لابد أن نحن نشوف مطلحتنا فين ونواجه مثل هذه الموجات الغير سليمة الغير صحية بالنسبة لنا وقدر الإمكان نحرك مفكرينة وأدباءنا وعلماءنا لمواجهة هذه الأمور طيب حضرتك شايف أنهما يتحركوا في أنهي اتجاه هل في اتجاه إنشاء مثلا قنوات معينة أو وكالات أنباء معينة تكون فيها تعاون مع الإعلاميين مع الصحفيين بالتعاون مع مثلا وزارة الخارجية تعاون مع استفارات هل ده مشروع قائم؟ هو أنا مش شايفه قائم الحقيقة لكن فيه عنصر ثالث نقدر نضيفه هو المصريين في الخارج لابد من استثمارهم استثمار أحسن من اللي احنا بنعملهم بيها لأن دول ممكن يكونوا لنا سفراء في الخارج كل واحد منهم لازم يتصل بجريدة بمحطة تليفزيون بمعهد إعلامي كل هذه الـ think tank groups اللي هي مجموات الفكر لابد أن المصريين في الخارج ما يعتمدش بس على الأنصلية أو السفارة أنها بتتصل بطريقة رسمية لابد أنهم ينشطوا اللي كانوا وقفين قدام عشرة داونينج ستريت دول بعد ما يخلصوا المظاهرة بتاحهم لابد كل واحد منهم يتصل بجريدة يقول له معلومة يتصل بصحيفة يعمل لها قلقي المسئولية على أن كل واحد عايش برا مصري أنت السفير لبلدك في هذه الدولة قدر الإمكان السفارة ممكن تتحرك وتشجعهم وكلنا قمنا بهذا الواجب وإن شاء الله في الشباب الجديد في الخارجية حيقوم بهذا الواجب إن شاء الله طيب اللي عمل المواطنين بعد الموضوع دا أنه هما لو حضرتك تبعت يعني على تويتر وعلى فيسبوك كله عمل هاشتاج بتقول أنا أدعم مصر أنا مع مصر كمان انتشر خبر بيقول عن بي بي سي قناة بي بي سي الإخبارية ان المصريين بيدعموا رئيسهم وأطلقوا حرب مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي هل هذه الردود كافية؟ لا مش كافية لأن لأن احنا بنكلم بعض في الحالة دي يعني أنا بكلم مصر الخارج ومصر الخارج يكلمني وبيبعات لي رسائل لا أنا عايزه ينتشر إلى ما هو خارج هذا النطاق عاوزه يكلم الأجنبي اللي هو عايش في وسطه المجموعة اللي هو عايش فيها من مؤثرات إعلامية أجنبية لازم يتصل بيها مش يتصل بيها أنا عاوزه هو يعني الاتجاه يكون عكسي وهذا بالحضرتك دي لازم ننشط فيها إلى حد طيب سيادة سفير كان فيه كلام بيقول أن العلاقات العسكرية ما بين مصر وروسيا قد تتأثر بمثل هذه الحادثة أو تتأثر بمثل هذه الشاعة حاضرك شايف إزاي؟ لا أعتقد أن الأمور حتصل إلى هذا الحد أبدا لأن العلاقات أصبحت عميقة بيننا وبين روسيا مش بس في المجالات العسكرية ولكن المجالات الاقتصادية والمشروعات اللي هم مقدمين عليها الضبعة وقناة السويس وإلى آخره ما تنسيش حضرتك أن كثير من الدول العربية فتحت على موسكو وروسيا الاتحادية بعد التحرك المصري معهم فدي نقطة مهمة روسيا مش ممكن تهملها بالنسبة لفرنسا أيضا فرنسا وروسيا انفتحوا على الخليج في محطات نموية للأراضي السلمية في توريدات عسكرية ده كل ما كان يحدث إلا بالتحرك مصري وبخبرة مصرية دي نقطة مهمة لابد يعني المصالح أصبحت من العمق بحيث أن حادث الطيارة ما يأثرش عليها هذا التأثير الكبير اللي حضرتك تذكرية طيب سيد سافية خلينا نحط السيناريو يعني مسبق وإن مثلا فرضا إن حادث الطيارة انتهى على إنه طلع حادث تقني بالفعل زي ما الناس بتقول إيه يعني هل هيحصل تغير مثلا هل الناس هتشوفنا بطريقة تانية إذا ثبت إن هذا الحادث حادث تقني معلش دي هتخليني أتعرض لجانب الأمن معلش هخرج عن السياق شوية وأفكر إن المصري ما عندوش حاسة الأمن ما غرزناش فيه من صغره حاسة الأمن لأمان نفسه شخصه وبيته ووطنه يعني الأجنبي كنت بشوف الأمريكاني بيقول للإبنه ولد في سن 10 سنة 12 سنة يقول له حد غريب ما تكلموش بيولد فيه عنصر الأمن ونوع من الشك البسيط دي مش عندنا لابد إن احنا نغرزها في أولادنا حتى يوصلوا لنوع من الوعي الشخصي والقومي بحيث إنه يبقى عارف واعي اللي قدامه ده بيقول إيه هل هو في صلحه أو في غير صلحه إجراءات الأمن لابد إنها تتغير تماما في حالنا المطارات دي احنا شفنا يعني المطارات في أبواب والجيتس دي اللي بنخش منها ويكشفوا على الشنط وآخره في إلى جانبها شبابيك وأبواب أخرى أي واحد ممكن يخش منها إلى الترمك إلى الطيارة ويعمل اللي هو عايزه دي لابد نعترف به واحدة إنجليزية وصلت مبارح لندن بتقولي الجزء وإحنا خارجين بنحط الشنط على السير الواقف بتاع الأمن كان بيلعب في الموبايل بتاعه ومش واخد باله الشنط دي حاجات من دي لابد من ضبط الأمن بشدة على المطارات والمصانع والمؤسسات لابد إن إحنا نوعي عنصر الأمن في نفوس المصريين بره بيقلقوا الحزام ويقلقوا الجزمة في مطارتهم ما أصبح شعيب عندهم طالما إن ده بيحفظ أمنهم وأمن الطيارة وأمن البلد دي لابد من إن إحنا ناخد بالنا منها أكواس تمام إحنا ساعات إحنا نفسنا كمصريين لما بيحصل تفتيش في مكان ما بناستاء يعني ببصة لقي ناس بتتدايق وبتدخل أنت تفتشوها ليه ده عشان يعني ومفتشني على عشان صلحي أنا فلابد إن أتفهم هذا هو الوعي اللي أنا أقصده إنه لابد يعني نغرز في نفوسنا حتى نؤمن نفسنا نؤمن طيارتنا نؤمن أبوابنا نؤمن بلدنا طيب فيه يعني يمكن رأي كده كان بيقول هما كانوا بيقولوا شائعة أو الخبر اللي كان شائع لو كان فيه قنبلة كانت محطوطة في الأمتاع طب الأمتاع نزلت سليمة ما هو متاع واحد كفاية في ناس يعني أنا بقول حضرتك رأيي لكن هي حدثة وحتمر يعني إحنا طبعا في قاعل الحدثة دي ولازم نفكر إزاي نطلع منها لكن حتمر زي ممرت حوادث في كل العالم وبنخرج منها صحيح هي مؤثرة لأنها جاية على عنصر السياحة عندنا وفي عز موسم السياحة ولكن لابد إن إحنا هنجد الوسيلة من سياحة عربية سياحة داخلية لابد إن إحنا ننشطها إلى شرم الشيخ والغرداء وللأخر علشان نشغل العمالة المصرية اللي هناك طب السياحة بتحرب بقالها فترة طويلة سيد السافير والحادث ده استغلوا ناس كتير جدا للأسف في منهم ناس مصريين نشروا شائعات وفي منهم ناس طبعا حضرتك عارف أكيد من أفراد جامعة إرهابية من 6 إبريل من شوية المجموعات اللي طلعت دي كانت بتقول الكلام ده وكانت شمتانة في اللي حصل وكانوا فعلا من مصلحتهم لأن السياحة تتوقف وإن إحنا مش عارف إيه وإن إحنا مش هنكمل البرلمان وإن ده مشكلة كبيرة وإحنا في كارثة أمنية وده حضرتك شايف أن دول ممكن يترد عليهم إزاي يعني عمليا مش هرد بقى كده عمليا بعنصر التحدي إحنا لابد يكون عندنا عنصر تحدي قوي وانظر يا حضرتك القاهرة من سنتين أو ثلاثة فاتوا إزاي كان منظر الشوارع والضربات اللي فيها والحوادث الفضيع اللي كانت فيها والنهاردة إيه ده 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 أكيد بتوافر عنصر تحدي لازم يكون ده ده كل المصريين للوقوف أمام هذه المشاعر السيئة تجاه مصر وشعبها ولابد أن إحنا نقاومهم بكل السبل وكل الطرق حتى نصل إلى مرحلة ثالثة من مراحل المسيرة الديمقراطية بتاعتنا وهي عقد البرلمان وأنا أعتقد أن مواقف الدول الاستعمارية الكبيرة دي بتتغير ما كانتش أبدا في ستة في تلاتين يونيو من سنتين كانوا بقولوا ده انقلاب عسكري وهو الأخره النهاردة أمريكا ابتدت تتحرك تدينا بعض أسلحة تنفتح مش بشفافية لسه لسه قدامنا مشوار طويل أما ينعخذ البرلمان على ما هو عليه يمكن العلم الخارجي يقتنع إلى حد ما أن احنا جدين في مسيرتنا وأنهم يجب أنهم يقفوا جنبنا ويتفهموا محاربتنا للإرهاق طيب سيد السفير عندي تعقيب صغيرة يعني تساؤل على موضوع بما أن حضرتك مختص يعني على موضوع أنهم كانوا بيقولوا تلاتين ستة ده انقلاب عسكري ودي كانت الحرب بتاعتهم ضد مصر مع أننا متأكدة أنهم كانوا عارفين إنه ده انقلاب عسكري تمام طيب دلوقتي اختلفت هذه الصيغة هما ما بيقولوش ده انقلاب عسكري بس بيعملوا حاجات تانية فاندم على نفس المستوى من الحرب أو على نفس المستوى من الإرهاق وهي يعني أنا مش عالف وده اللي لازم ناخد بالنا منه إن لسه علاقتنا مع بريطانيا وأمريكا لم تصل إلى الشفافية حسين راح دول كتيرة كسب فيها رأي عام عالمي انعكس فيه التصويت في مجلس الأمن من أسبوعين لدخول مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن صحيح خدنا 179 صوت العالم ابتدى ينظر لنا نظرة مختلفة هم متأخرين في هذا إنجلترا وأمريكا لابد أنهم هيجوا في يوم الأيام ويتأكدوا من أننا جدين وأننا حنقاوم وأننا لن نكون لا عراق ولا سوريا تانية ولا يمن تانية ولا ليبيا تانية مصر هي مصر بشعبها وقوتها وقف على رجليها وحتصل إلى بر الأمان إن شاء الله الشفافية اللي ممكن يعني أنا حسيب أمريكا بس على جام الشفافية اللي ممكن بتحصل ما بين مصر وبريطانيا حالك شايف إن هي بتوصل لأي مدى بريطانيا تحديدا اللي تاريخها مع مصر فيه يعني الكثير من الشوائب يا فندم هل ممكن يحصل شفافية في العلاقات السياسية المصرية البريطانية يعني هم صعاب المراس يعني الممارسة معهم صعبة بتاريخ تاريخهم الاستعماري معروف وحتى موقفهم من الحدثة يعني يشوبوا كثير من الشكوك وتسرعهم في الحكم لكن هذا قدرنا لابد أن نواجه بعض المصاعب ولكن أنا إيماني في الشخصية المصرية قوي بأننا هنقدر نتغلب ونعدي هذه المرحلة إن شاء الله يبقى أنا ممكن ما صلش لهذه الدرجة من الشفافية ولكن أوصل إلى أن بريطانيا تعترف بحقائق بتحصل في مصر عن طريق ضغط سياسي مثلا مش مش الشفافية المطلوبة يعني لازم نكون حزرين برضو لابد الحرب اللي جاية اللي ممكن بريطانيا تحاربنا بيها حرب العقول ممكن تباقي دي دول عندهم خبرات متقدمة وبيستخدموا كل وسائلهم لتحقيق أغراضهم وأهدافهم ومواقفهم إحنا منيأس ويجب إن إحنا نحاربهم بكل ما لدينا من سلع طيب اتكلمنا على بريطانيا وعلى إعلامها وطبعا حضرتك أكيد قريت الناس اللي ردت وكان منهم اللواء طيار لطفي مصطفى فتكلمنا في فقراتنا الإخوارية عن هذا الموضوع إنه هو اتكلم على موضوع بقى الطائرة البريطانية اللي فادت الصاروخ الطائرة البريطانية اللي فادت الصاروخ من فترة وكان بيقولون يعني قال طبعا هو يعني صخر من هذا الموضوع وقال إن دي لي ميل طلعت حاجة غريبة جدا وإن الطائرة المدنية استحالة إن هي تفادي صاروخ والطائر الطيار المدني ما ينفعش إن هو يطير بالطريقة دي هو غير مؤهل لده لا عمر ما طائرة مدنية بتحارب سواريخ يعني طائرة مدنية يسموها وبتقعد دفاع الجوي يسموها دي بطة يعني حاجة ماشي على ميلها خالص وأي زلطة تضرب فيها من تحت ممكن ما فيش حاجة كلام ده يعني ما فيش دليل على صحة هذا لما دي لي ميل تطلق حاجة زي دي ده يعني أن هما مستمرين حرب إعلامية فظيعة حرب ولننتظر أكتر من كده لازم نجهز نفسنا إلى معركة شرسة في مواجهة هذا الإعلام المغرض ونبين حقائقنا على طول أو البول نطلع بيانات سواء من الاستعلامات من الإعلام من مقالات مضادة لهم علشان نبين صحة موقفنا وإزاي إحنا فاهمين أغراضهم السيئة وأنا تغلب عليهم أنا ما عنديش صحيفة في مواجهة دي لي ميل صحيفة كبيرة زي دي لي ميل بوكلة أنباءها هذا مواجه للإعلام والإعلام بقى يعمل صحيفة والسادة الصحفيين والإعلامين لا إحنا معترفين يا فندم إننا دادة في قصور شديدة جدا في هذا الموضوع لما عندي دي لي ميل اللي عندها مصدقية كبيرة جدا على مستوى العالم ما بتقبلهاش صحفية مصرية ولا عربية في هذا الموضوع يعني برضو يبقى إحنا عندنا مشكلة أو إحنا شركاء في الشائعات المغرضة اللي بنتعرض لها طيب يا فندم يعني حضرتك كيف تتوقع العلاقات المصرية الروسية في الفترة اللي جاية هل يعني هتعلو أكتر من كده ولا هتفضل زي ما هي ما أعتقدش أن تأثير الحادثة بتاعة الطيارة حيستمر مدة طويلة العلاقات المصرية الروسية يعني أقوى من أنها تتأثر تأثر جزري بمثل هذه وبعدين هم عارفين أننا مش ممكن مش ممكن مصر تكون أصدى روسيا أو الطيارة الروسية أو الضحايا الروسية في هذا الحادث لا يمكن لأننا لقيتنا أقوى من هذا وأعلى من هذا واحتمالات لو صح برضو أنا مش عايزة أستبق هوادث ولكن لو صح أن فيه حادث تخريبي ليه ما يكونش رد على تدخل روسيا في سوريا بسلا ندى تحليل ورد وإن داعش عايزة تديهم رسالة أنهم مش قابلين التدخل الروسي اللي بيشكل ضغط على داعش في سوريا صحيح طيب سؤال أخير سيد السفير كيف من وجه نظر حضرتك يعني كيف ترى بريطانيا تحديد أو خلينا نقول بريطانيا وأمريكا العلاقات المصرية الروسية في الفترة اللي جاية هل هم شايفين أن فيه قلق هل سيتعاون معنا هل هيتعاون معنا يعني شايفين العلاقات المصرية الروسية أزاي هم طبعا متوجسين من توجهنا من توجهنا شرقا سواء إلى روسيا إلى الصين إلى غيرها من الدول الشرقية إحنا بنخرج من شرنقة كنا فيها وإحنا كنا حطين كل أوراقنا مع أمريكا وإنجلترا فطبيعي على الإنسان إن لو لا واحد بيخرج عن طاعه وساط بيتسحب من تحته آه يعني هتتغير معاملته معانا ولكن بقوتنا الذاتية بأهم حاجة قوتنا الذاتية وتوازن الدولي اللي احنا بنعمله على مستوى العالم أمريكا زي روسيا زي الصين لابد أن أوازن مصالحي كلها في العالم علشان ما اعتمدش على جانب واحد ده بيقلقهم لا شك وحتى يعني تعاونهم معانا بيكون محدود آه فيه دول تانية تقدر تساعدنا في نفس بنفس القوة وحتى نحقق التوازن الدولي اللي يخدم مصالحنا إحنا والله أمو أنا سألت حضرتك السؤال ده علشان قدرنا توقع بعد كده إن إحنا مش دي أول ولا آخر مرة هيتم استغلال حادث ومش أول ولا آخر مرة هيحصل حادث لأن يعني إنت لو عديت كده كدولة هتشوف أن ليك أعداء كتيرة جدا مش مش معلنين يعني حتى الأعداء ما بقوش زي زمان اللي هو الجيش هحارب جيش ده هيكسب وده يخسر موضوع ما بقاش كده فإحنا بس يعني ركزنا على النقطة ملاحظة طيبة أنا طبعا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدقيق ونورتنا سيادة السفير نبيل العرابي سفير مصر السابق بروسيا شكرا